عشان كده عايز اتكلم بقى عن نقطة البداية الالحادية اوكي تمام؟ يعني انا بس عم بفكر في الاشي اللي اقتبسته من سفر الجامعة وجعل الابدية في قلوبهم يعني بيضل فيه اشي في داخل الانسان بيجذب الانسان بدي يعرف يعني فيه اسرار بالكون فيه اسرار بالجسم بالجسد تحكيت عن الحواس وبرضو يعني بحب انه نتوسع بهالفكرة بس يعني يمكن عشان نسمع كلمة الالحاد اوكي تمام بس مش الكل يمكن مدرك الكلمة اذا بتعطينا يعني هل يعني ما هو الالحاد وهل الالحاد احنا بالمقابل احنا قلنا هل الامان يعني يتطفق مع العقل هل الالحاد يتطفق مع العلم لا الحقيقة للأسف الالحاد لا يتطفق مع العلم بتاتا زي ما هنشوف بأدلة قوية دلوقتي لكن عايز نعرف الالحاد في الاول الالحاد هو محاولة تفسير الكون والحياة بدون وجود الله فانت بتستسني الله كخالق وبتحاول تفسر الظواهر الطبيعية اللي حواليك وبتحاول تفسر نشأة الحياة بالمواد المادية اللي قدامك وبالتالي مش ممكن تصل لحل لانه بيقولك ايه انه التطور الكيماوي يعني فيه مواد كيموية هيدروجين ونيتروجين واكسوجين وكربون يقولك خبطوا في بعض بالصدفة وعملوا حاجة اسمها الأحماض الأمينية الأحماض الأمينية دي رتبت نفسها مصبوط وعملت البروتينات البروتينات عملت الخلية وقدرت تتكاثر طبعا دي كلام غير علمي بالمرة لا وبعدين الشيء التاني الله هو الخالق ولكن هو ما زال يدير هذا الكون لا فيه ساعة لازم يكون فيه ساعاتي مهندس سيارة لازم يكون يعني يدير السيارة لازم يكون فيه درايفر لازم يكون سائر وهكذا يعني فيه إدارة يعني الله بيحمل كل الأشياء بكلمة قدرته وعشان كده الله بقى برغم أن العالم دخلته الخطية واللعنة لكن لازال فيه جمال ولازال فيه صيانة لحد ما تيجي السماء الجديدة والأرض الجديدة اللي يسكن فيها البرو فعايز أتكلم عن الإلحاد لأنه مهمة أوي أن احنا نفهم إيه هو هو عبارة عن محاولة تفسير الكون والحياة بدون وجود الله وبالتالي بنوصل لحارة سد زي ما بنقول في مصر لسكة مسدودة مش بتوصلنا الحاجة لأن الحياة تأتي من حياة زمان يا أسيس نزار كانوا بيفتكروا أن ممكن حاجة ميتة تطلع حياة يعني لو جبت حتة لحمة وسبتها تتعفن هتلاقي ديدان طلع فقال لك هو حاجة ميتة وطلعت حاجة حية جال ويس باستير درس الموضوع ده لقى فيه بويضات من الحشرات نزلت على حتة اللحمة المتعفنة دي ولأن المواد المتعفنة نفعت أنها تفلورش البويضة دي طلعت الالديدان فطلع حاجة اسمها بايوجينيسيز بايوجينيسيز معناها أني لازم الحياة تأتي من حياة ما تقدرش تيجي من مواد كيموية بالمرة فالمبدأ ده الوحده ينفي تماما مبدأ الالحاد لأن الله هو مصدر الحياة الله حياة عشان كده بيدينا حياة ولما احنا بعدنا عنه بالسقوط جاء وعطانا حياة في المسيح أتيت اللي تكون لهم حياة وليكون لهم أفضل فالمسيح مش بيدينا تعاليم مجرد تعاليم نمشي وراها هو أعطانا أحسن تعاليم بس أنا مش هقدر أحققها هو المحتاج يديني حياة عشان أقدر أحقق هذه المواعي موضوع شيق كتير شكرا كتير دكتور ناجي بس أنا عاوز أعطي فرصة للمشاهدين يمكن هاي مذاق يمكن بلشت ولكن أنا بدعوك أنك تشاهد الحلقة وتشجع آخرين على مشاهدة الحلقة وبالدعم الجعاي أنا دكتور ناجي كاتب كتاب من أروع الكتب بهالموضوع الخليقة تحت المجهر وأعتقد هو موجود في مصر في المكتبات الأرتدوكسية ويريت يعني أكبر عدد ممكن يطلب هذا الكتاب للأسف مش منه يعني لكن موجود على الأمازون لا مش موجود على الأمازون أوكي فيك يعني حد بتعرفه رأي على مصر يجيب لك الكتاب من الكنيسة المرقصية بتاياقلي والمكتبات الأرتدوكسية كتاب رائع جدا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة